تاريخ هذه القارة قديم جداً ولم تتحدث عنه إلا بعض الكتب النادرة لا يوجد هناك أمراجع يمكن الواحد يستدن بها وإنما هذه معلومات نستقيها من كبار السن أين ذهب سلطان هذه الدولة الكبيرة؟ هناك روايات عديدة في أن عدد منهم ذهب مع عائلاتهم ضمن الفتوحات الإسلامية الحديث عن قارة الصناية منطقة تاريخية قديمة تبعد عن سيعون حوالي 25 كيلومتر وترجع هذه القارة إلى قبيل السنهاجة الحميرية في نسبتها فيها الحاكم السنهاجي وقصره لا زال موجود هنا قصر الحكم والقلعة الخاصة ومنطقة فيها كان معروف أنه عندها عدد كبير من الناس وشواهد كثيرة تدل على هذا القارة هي بالنسبة كاسم هي أماكن موجودة في حضرموت الوادي مجموعة من القور ومن بينها قارة قشيب وقارة الصناهجة وفي قارة العر أيضا هناك كثير من المسميات اللي تطلق عليها كلمة قارة والقارة طبعا هي جبل أو نتوحك جبل يكون محمي من عدة جهات من ناحية حربية والقارة من حيث القدم عدد من المؤرخين أو كان هناك اتفاق من معظم المؤرخين إلى أنها موقع آثري إسلامي يعود إلى تاريخ أو عام 604 هجري بينما المؤرخ بن عبيد الله في معجم بلدان حضرموت أشار إلى أنها من أيام الجاهلية بل من أيام الديار العادية أيام عاد وثمود وإيرم ولهذا التي سنتحدث عنها من بين هذه القور هي قارة الصناهج طبعا بصات وهذا الاسم أيضا يمطق خطأ بعضهم يسميه السناهج وبعضهم يسميه الصنهاج وبعضهم يسميه الشناهز وهذا موجود في القبور طبعا الحديث عنها حديث بعيد جدا فيما تعلق بتاريخ هذه القارة قديم جدا ولم تتحدث عنه إلا بعض الكتب نادرا يعني لا يوجد هناك مراجع يمكن الواحد يستدل بها وإنما هذه معلومات نستقيها من كبار السن طبعا استقبلوها هم من الأجيال اللي مضت قبلهم وجيتنا ونقلتها عن هؤلاء فهم العهدة طبعا عليهم العهدة بالنسبة للموقع ها هي موقع معروف بالنسبة لها هي تضاهي المدن القديمة اللي مشهورة في الوادي حضراموت مثل مريم وشبام والهجرين وبعض المدن اللي كانت مشهورة ودمون وموقعها هو الآن تقريبا حال وسط بين مدينتي سيؤون وتريم بالنسبة لسيؤون حوالي 25 وبالنسبة لتريم طبعا كيلومتر وبالنسبة لتريم حوالي 18 كيلومتر القارة موقع حسين فهي أولا تحيط بها الجبال كما لاحظنا أو نلاحظ من معظم الاتجاهات وهي تطل على الناحية القادمين من ناحية الغرب من ناحية الشرق من ناحية الجنوب من قدم من ناحية الجنوب فهم يشاهدون ويترصدون هؤلاء القادمون من ناحية الغرب كذلك من ناحية الشرق فهم في هذا الركن والموقع الذي يطل على الشرق والغرب والقادم من الجنوب فهم في هذا الموقع الحسين والمرتفع وهذا يوفر لهم هذه الحماية في أعلاها مبنى هو مبنى شيخ القبيلة أو رئيس الدولة في تلك الفترة هي دولة الصناهجة يعني هي دولة هي كانت دولة هذه المنطقة التي تسمى كوبانا في أعلى الجبل الحديث يدور حيانا عن أين ذهب سكان هذه الدولة الكبيرة هناك روايات عديدة في أن عدد منهم ذهب مع عائلاتهم ضمن الفتوحات الإسلامية هناك روايات أخرى تشير إلى أن هناك حصل غزو مفاجئ على المنطقة وقتل منهم خلقا كثيرا هذه القارة اليوم لا يوجد فيها واحد من الصناهجة كلهم غير موجودين نعم باقي أسرة واحدة في الغرف عندنا لكن الأسرة هذه مشكلتها أنها في المسميات الخاطئة هذه اللي هي الصناهج وهم إلا زالوا اسمهم آل السنهي هنا في الغرف وآخر واحد من أهل الصناهجة هؤلاء هو عجوز ماتت قبل فترة في القارة هذا حديث من؟ حديث إمام مسجد عبد الله بعمران في القارة اللي هو سالم بن عبيدون وهذا متوفه طبعا قبيلة الصناهجة اشتركت في الفتوحات الإسلامية طبعا مع غيرهم من القبائل والفئات والحبايب والتجار كذلك والمزارعين الذين انتقلوا إلى كثير من بلدان العالم في أثناء الفتوحات الإسلامية هناك مشاركات لهم من عهد الخليفة أبو بكر الصديق من عهد الخليفة أبي بكر الصديق فلبوا نداء الواجب في طلب الفتوحات الإسلامية هذه فكان انتشارهم نحو مصر والمغرب العربي وتاريخهم وتأثيرهم ملموس إلى اليوم في أكثر من منطقة فكثير من الناس اللي يذهبون إلى المناطق التي ذهب لها الصناهجة وغيرهم من الحضارة إلى بلدان العالم يشاهدون وكأنه عدادتهم وتغاليدهم وحتى طبيعة غذاهم ولباسهم إلى درجة كبيرة كان يعني موجوده كأنه يعيش هنا في وادي حضرمون والصناهجة بالذات لهم تأثير كبير مثل ما هو نسمع عنه في دول المغرب العربي في المغرب وفي غيره من دول المغرب العربي وحتى في موريتانيا والصحراء الكبرى وهناك حارات كاملة ويعني ما بكون نقول حارات سكنية كبيرة يقال أنها لهم هناك وموجودين هناك إلى وقتنا الراهن هذه الأمور بالنسبة لنا نحن في المراجع القديمة هذه هي حضرموت بشكل عام يعني من القرن الأول إلى القرن الرابع تاريخها إلى الآن مفقود ولهذا تعتبر القارة من المفقودات من الأشياء المفقودة فلا يوجد إلى اليوم لا تزال المشكلة هذه قائمة عن المراجع والمصادر التي هي تتحدث عن هذه الفترة من القرن الأول إلى القرن الرابع فتاريخ حضرموت لا يزال فيه حلقة مفقودة وهي أهم الحلقة الثانية اللي هي فترة له فترة الفتحات الإسلامية لكن لو رجعت إلى التاريخ سسجيد العشعث بن جيس الكندي هو من كندة من حضرموت كان من الناس المرتدين ولكن طلب الخليفة أبو بكر الصديق طلب حضوره إلى المدينة فحضر إلى المدينة وتزوج من أخت أبو بكر الصديق فهذا واحد من الوفود التي وفدت من حضرموت في الفترة التي فيها طبعاً في بداية الإسلام يعني وكثير من سكان المغرب العربي كما تشير الروايات والمقابلات مع بعض الأفراد يقولون أنهم نسبهم من حضرموت من قبيلة صنهاجة وهذه صنهاجة هي في تاربة فهي منطقة هؤلاء كما يؤكدون هم بينفسهم أنهم من أهل حضرموت ومن قبيلة صنهاجة الحميرية القحطانية هذه القرية الحالية الدولة السابقة والمدينة المستقبلية إن شاء الله تنسب للصنهاجة بحكم أن السلطان كانت دولة هنا وحاكمها الصنهجي والصنهجي حاكم هذه الدولة وكانت هذه الدولة وطلقت باسمه باسم الحاكم كان حاكم الدولة ولهذا نسبت القارة إلى هذه الأسرة وكانوا يمثلون دولة في المكان هذا ولكن بعد طبعاً حزيمتهم هزموا فلما هزموا طبعاً تبددوا وسافروا وأسسوا دولة في المغرب وحتى عبد الرحمن بن خلدون هذا اللي هو عاش في مصر هو الصنهاجي موجود في الحضرمي الصنهاجي من نفس الأصل حق القارة هذا هو مؤسس علمي الاجتماعي من خلال الاسم هذا أنه عبد الرحمن بن خلدون مثلاً الحضرمي الصنهاجي ولا توجد في حضرموت هذا المسمى إلا في من القارة هذا فهذا ينسب لهذه المدينة هو لم يعيش في هذه المدينة هو لم يعيش في هذه المدينة وإنما عاش في مصر وكان يعني كما تقول رجل علم وكان رجل قضاء وغيره لكن نسبته إلى الصنهاجة مثبوتة لا تزال فيه في هذه المقدمة حبه وهي دليل قطعي على أن هذا الرجل هو من بين الصنهاجة القصص كثيرة حول أسباب نزوحهم من هذا المنطق يقال أنه هناك الأعداء كثير في ظل الصراعات بين الدول القديم معروف أنه الدول والدويلات والدول كانت فيها صراعات قديمة فيما بينها البين وصراعات تأخذ أحياناً طابع المسلح وأشكال أخرى ويقال أنهم أيضاً وجد لهم أعداء كثير وحتى أنه كثير من الناس يعني حاولوا يقومون فيما بينهم وبين الأعداء صلح ولكن يقال والله أعلم أنه شيء أحد اللقاءات هذه غدره على أنه الناس من بين الاتفاق أنه يأتون بدون سلاح ولكن العدو طرف الآخر جاء بسلاحه وأخفاه وباشر يعني القتل والاقتتال فيهم عندما هزم الصناهجة من قبل آل بيت مسلمة يقال أنهم تقابلوا مع الصناهجة في منطقة عبيدونة وقد قام أهل بيت مسلمة بعملية خداع عملية خداع يعني حيث طلبوا هدنة مع أهل القارة مع الصناهجة فجاء الصناهجة إلى عبيدونة هنا وهم عزل من السلاح على خيولهم وجاء قبلهم أهل بيت مسلمة ودسوا سيوفهم في الرمال فلما وصلت القوة من القارة قام أهل بيت مسلمة وفاجعوهم بالأسلحة وقتلوا الذين جاءوا على هذه الفرسان فعادت الفرسان إلى القارة وفي مقولة للشيخ سعد السويني يقول فيها بيت مشعر خيل السناهج وارد كوبانا وكوبانا قلنا هي القلعة التي يوجد فيها القصر الرئاسي في المكان هذا هي شارده هي وارده ضمان فهو يتساءل عن عودتها بدون فرسان لكن تبين فيما بعد أن الغدر حصل من قبله بيت مسلمة وهذه هي الهزيمة التي مني بها الصناهجة وتفرقوا بعد هذا وأصبحت الدولة حقهم دولة كما تقول سقطت وانتهت ترجمة نانسي قنقر نستدعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل فضاءنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود فضاء حر على شاشة بالقيس ترجمة نانسي قنقر أولا قديما كان السكان يعتمد على رعي على زراعة وعلى الحرف المهنة الأساسية حسب تقديرا وحسب الشواهد أنها كانت الزراعة في ذلك الوقت والزراعة وطبعا المزارعين والقراء عامة عندنا وفي وادي حضرموت وحتى يمكن في أكثر من منطقة الناس المزارعين دائما تخلق بينهم ألفة ومحبة وتعاون حتى هذه البيوت يقال أنه كثير منها بنيت على يعني بشكل تعاوني بين الناس وحتى أنه هنا مسجد يقوله يعني أصبح مبني يعني وكانه الناس كلهم جاءوا بالليل وكان بالليل ماشي والصبح أصبح هذا المبنى جاهز وكامل وهذا ربما يعكس فعلا أنه الناس في هذا المنطقة متعاونين القارة كانت يعني بمثابة مدينة لأنه علي بن أبي بكر السكراني يقول أن القارة هذه ساوت تريم من حيث الفتية يعني إذا كنت أنت تريد أن تستفتي في أمر الماء لعد تذهب إلى تريم فالقارة فيها من يقوم بهذه المهمة لكثرة علمائها لكن باقي من آثار هذه الدولة اليوم هو المنبر الذي موجود الآن في متحف سيون فهو مكتوب عليه قام بترميمه حسين بن علي السنهي ومكتوب فيها تاريخ الترميم والسلطان مكتوب فيه السلطان الشواهد التاريخية كما قلنا التي تدل على قدمها مساجدها المنازل أو البيوت هذه بها عناصر معمارية تدل على هندسة البناء في القديم في ذلك اليوم المساجد هناك أكثر من ستة مساجد آثارها باقيه إلى اليوم والله التعداد البيوت وعدد المساجد يدل على أن هذه المنطقة بها مساجد كثيرة رغم أنه في تلك الفترة كان الناس يعني يستصعب عليهم أن يبنوا فهم بنوا فوق الجبال وحفروا الآبار وسط الجبال وبنوا عدة مساجد ولا تزال هذه الشواهد قائمة إلى اليوم تدل على أن هذا المكان يعني آهل بالسكار فقال لي إمام مسجد بعمران اللي هو سالم بن عبدون قال أنه يقال أنه في هذه المدينة أو في هذه المنطقة اللي يسمى القارة كان فيها سوق يسمى سوق القفان وموجود المكان اللي هو فيه السوق وشاهدته بعيني قال أنه دخلت دخلت إلى مدينة القارة أنا بسميها مدينة طبعاً قطار من الحنيد اللي هو هذا اللي يستخدم في الأكل فقال أنه عندما دخلت هذا القطار بتاع كله ما بين الخطبة وصلاة الجمع حوالي يعني عدد من الجمع معنى أنه هذه المدينة ليست صغيرة فهذا كله الحنيد بتاع ما بين الخطبة والصلاة بس هذه ليست معناها بسيطة العدد القارة والشاهد على ذلك هي المساجد يعني والببور إلى جانب هذا وقصر الحاكم الصنهاجي والمساجد هناك الآبار العميقة الموجودة في القارة هذه الآبار منها بئر عميقة وعميقة جداً في أعلى المرتفع وكيف حفرت هذا البئر كيف حفرت آبار بجانب كل مسجد بئر يستفيد أهل السكان يستفاد منها للوضوء للطهور وللشرب للاستخدام اليوم كيف حفرت هذه الآبار معنى ذلك أنه يدل على الإرادة القوية للسكان في ظل عدم وجود آلات عصرية حديثة وإنما الشاهد في الأمر أنه زمان قافلة تجي من عشرات الجمال فعادة عشرات الجمال تنزل في أي مدينة تجلس أيام على ما يسوقوا يعني بضاعتهم لكن في هذه المنطقة يعني يقولون التالي معادي حص الشيء تجي مجموعة قوافل بأي بضاعة بأي سلعة والتالي ما يحص الشيء وكان يضربون الناس هنا مثلا بالملح قد الملح حاجة الناس لها قليلة جدا وما يستخدمونها كثير مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى وحتى الملح لما تصل قافلة كبيرة يقولون أنه التالي معادي حص الشيء يعني من تأخر يكون قد نفذت الكمية الموجودة الهائلة الكبيرة قد نفذت وهذا يعطي حتى صعب تخيله يعني إلى جانب هذا هناك آثار أربع مقابر المقبرة القديمة التي نرجح أنها من العصر الإسلامي لأدم وجود شواهد فيها وقبورها هكذا فيها امتداد من الطول مقبرة بشمس وشواهد القبور تدل على أنه فعلاً كانت يعني تشكل خليط من القبائل الاجتماعية التي كانت تسكن هذه المدينة يعني يجب أنا أن يتم حماية بنيانها والحرص على المآثر الموجودة فيها لأنه الإنسان الآن أنا تكلمت الإمام حق القارة قلت له من الذي قام بتكسير هذه إلا بالجدران والبيوت والذار قال المواطنين اللي هم ساكنين هنا أصبحوا يستعينون بالحجر حق البيوت هذه يستعينون بالأعواد حق البيوت هذه فهدموا كثير من المباني وأهم فيها المباني هي الجوامع والقلع ما بقي من آثار قارة الصناهجة القديمة هي أطلال الديار الخرائب هذه هي واحد من هذه الشواهد لقدم وآثار هذه القارة هناك مساجدها المساجد التي بقيت تدل على أنها أثر وموقع إسلامي هناك البيت أو المسجد المبني من الطين المحروك هذا أثر كذلك وميزة مما تميز به فن العمارة وفن القوة وجانب القوة لهذا المبنى التاريخي القديم المقابر هذه مما بقي من أطلال ومن آثار هذه القارة أو الموقع السلامي آثار هؤلاء القبور والشواهد كذلك هي شواهد أخرى على ما بقي من هذه الآثار والأطلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر